اشتركوا في القناة ونقلت وسائل اعلام بلجيكية محليا الجريمة وقعت في حدود الساعة السادسة والربعة في ساحة بلاس دو بيتليم ووفقا لشهادات الشباب الحية فان الشباب المغربية المنحدر من مدينة طنجة والمقيمة في بلجيكا بطريقة غير قانونية دخل في شجار عنيف مع مهاجر برازيلية خلال متابعة مباراة بين البرازيل وسويسرا في كاس العالم واشاروا الى ان المواطنة البرازيلية اخرجت سلاحا ابيضا ليطعن به الشاب المغربية المسمى معاد على مستوى العنق هذا وتم نقل جثة ضحية لدفنها بمدينة طنجة وسط حزن كبير عم عائلته وجيرانه واصدقائها والديه وفي تصريحات لهما طالبا بتدخل الملك محمد السادس لانصافهما والتحقيق في حيثيات الجريمة التي اودت بمنهما نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء